علماء نلتقي علماء من بلدي بسم الله الرحمن الرحيم ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم شبكة قنوات المحروسة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي مساء الخير أعزائي المشاهدين وأهلا أنا مرحبا بحضرتكم يتجدد اللقاء دائما وعلماء من بلدي مع خيرة أبناء مصر وسواعد مصر والعقول المفكرة والمبتكرة في مصر المحروسة معنا اليوم قيمة وقامة علمية نعتز ونفخر بها جميعا أحد رموزنا العلمية وأحد الكوادر العلمية اللي بنسعد بلقاءها من خلال علماء من بلدي اللي بنحرص من خلال هذا البرنامج كأسر البرنامج نقدم النموذج والقدوة والمثل لكل الأجيال معنا ومعكم الأستاذ دكتور صلاح الدين محمد محمود ابن صعيد مصر المحروسة أستاذ الزينة والنباتات الطبية والعطرية المتفرغ رئيس قسم البساتين الأسبق بكلية الزراعة جامعة الأزهر أهلا بحدك فاند أهلا بالسلام مشرفنا ومنورنا بنسعد باللقاء دايما مع حضرتك ومع كل علماءنا الأفاضل الأجلاء وننقل التجربة وننقل الخبرة وننقل المعرفة لكل الأجيال ودائما هناك مقولة مشهورة أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة صحيح بداية الحياة العملية وبداية النشأة ثم الوصول إلى قمة الهرم العلمي وهو أستاذ بني أحفظك واسمح لي بس في الأول قدم الشكر للاستضافة الطيبة دي والكريمة سواء للقناة بتاعتكم اللي هي القناة التالتة أو لتلفزيون بلدنا اللي هو التلفزيون المصر اللي أنا تربينا عليه ودي سيادتك شخصياً طبعاً والله كله والله سؤال سيادتك يصير السجون لأنها قصة حياة طويلة ومرت بمراحل عديدة ويمكن أنت تذكرني بأيام طفلتي لما كنت طفل في قرية من قرى الصعيد أسوان اسمها قرية العباسية وأنا نشأت في أسرة ميصورة الحال والله الحمد يعني والدي كان زوء طيان يعني وله أملاك وهذا من فضل الله عز وجل يعني في وقت كان قليل من له يعني أنك تعرف كان نظام الإقضاع والحاجات دي فكان عنده خمسة عشر مفدان فدي كانت حاجة كويسة يعني وتربيت تربية الحمد لله يعني أحنا نشكر الوالد ونترحم عليه لأنه رباني أنا وأخوي أخوي دخل الجامعة وسلك طريق الحكم المحلي ووصل إلى رئيس حي وكان على وشك أنه هو يبقى رئيس مدينة لو لا أن وافته المدينة المنية عليه رحمة الله أنا بقى سلكت طريق التعليم وخدت اخترت الطريق الصعب بصعب التعبير آه خدت الطريق اللي هو ودي كانت يعني ميولي ميولي أنا ومن أنا وصغير كان نفسي أن أنا أبقى في صطف الجامعة من أنا وطفل حاجة غريبة يعني وربنا أراد أنها تتحقق يعني فاخدت السنوية العامة وبعدين لأن أنا كان أيضا لي ميول أدبية وبكتب شعر ووغوى الشعر وكده فالوالد عليه رحمة الله كان عايزني أخش كلية زراعة بالذات عشان أخرج من كلية الزراعة أكمل المسير أكمل يعني أشوف الأرض والكلام إزاي كان وأنا كانت لي رغبة في الميول الأدبية الشعر والأدب والحاجات دي فاخترت أن أنا أدخل جامعة الأصهر وكان لي الشرف في ذلك دخل جامعة الأصهر العريقة جامعة الأصهر طبعا اللي هي تعتبر أكبر جامعة إسلامية وترتيبها تقريبا في الألف جامعة اللي هم مميزين في العالم جامعة الأصهر وهي جامعة أنشئت من زمان من سنة تسعمائة وسبعين يعني لها حوالي ألف سنة دلوقتي وجامعة الأصهر لها مكانة يعني أنا عايز أقول لحضرتك كده ببساطة أنا مرة كنت في مؤتمر في دولة مليزيا فمجرد ما حطيت صور الجامعة الأصهر لقيت تسقيف غريب الناس عادي تسقف بشكل عجيب يعني تسقفوا عشان شافوا صور الجامعة الأصهر في مليزيا مليزيا دولة مسلمة يعني وخاصة بعد ما قلت لهم أنا أنقل لكم تحيات جامعة الأصهر يعني فده يدلك على أن هذه الجامعة فيها حوالي 81 كلين جامعة كبيرة جامعة كبيرة أو يعني دخلت في جامعة الأصهر وساعدت بيها تفوقت وخدت البكالوريوس الأول على الدفعة بفضل الله تعالى طبعا ورشحت إن أنا أكون معيد فأنا كنت عارف رغبة الوالد عليه رحمة الله عايزني أروح عشان أكمل المسيرة زي ساتك متقول يعني وكت أنا في داخلي بقى رغبتي إن أنا أكمل يعني وأبقى أصطف في الجامعة والكلام ده كانت عندي رغبة دافينة لذلك مشروع عالم مشروع عالم في البداية فأنا كنت في قلق خايف الوالد يرفض وفي نفس الوقت مش عايز يخالف ما شئته يعني من طاعة الوالدين من طاعة الله فمن حسن الحظ إن لقيته سعيد بذلك وبقى مبسوط قوي يعني إن أنا أبقى فالحمد لله مش عايز أطول كتير أنا يعني فخدت بعد ما تخرجت منها طلقت بتأدير عالي كنت الأول عالدفعة وتعينت موعيد وبعدين بعد ما تعينت موعيد خدت مدرس مساعد وبعدين بعد كده خدت بقى المنهة كدير وصولا لأعلى عرب آه وبعدين وهكذا لغاية ما وصلت إلى أستاذ وبعد ما خدت أستاذ آآ جتني فرصة إن أنا سافر البلاد المتحدة الأمريكية خدت فهم ما يقرب من عام وبعدين رجعت بقى كنت رئيس قسم البساتي رحلة آآ نجاح كفاح ورحلة كفاح صحيح وأكيد نعم لكل مجتهد نصيد دايما ده ده المورس الثقافي من مصر اللي بنحرص عليه صحيح واللي بنأكده دائما مفيش مجهود بيضيعها بقى للزبط وعلشان كده علمنا الفاضل السيد دكتور صلاح الدين محمد محمود آآ اخترت مجال التخصص آآ الزينة والنباتات الطبية والعطرية صحيح واختيار مجال التخصص ينقلنا إلى خريطة من أهم الخرائط اللي كتير من الناس ما بيخدش باله إن إحنا في النباتات الطبية والعطرية إحنا لدينا ثروة هائلة آآ لم تكتشف حتى تريهم صحيح لم تصبر أغوارها بعد يعني هو فيه مقولة بتقول كل عشبة النابتة لها عند الله حكمة نسابتة دي مقولة كل عشبة النابتة لها عند الله حكمة نسابتة سواء إحنا عرفناها أو ما عرفناها عشي ولذلك مع مرور الزمن كل شوية تتفتح لنا حاجات ونعرف نباتات تطلع ولها فوائد طبية ولها فوائد صناعية والكلام ده كله الأعشاب الطبية زي ما حدتك أفضت كده هي كنز لا يعرفه إلا أصحابه المشتغلين فيه يعرفوا قيمة النباتات الطبية سواء اقتصاديا أو علاجيا سواء من ناحية الاقتصادية بتدر دخل عالي جدا أو من ناحية العلاجية لأن التداوب الأعشاب الطبية أفضل كثيرا من التداوب بمثيلاتها من الأدوية المصنعة يعني منظمة صحة العالمية بتقولك إن الآفة التي تجتاح العالم الآن هذا كلام مكتوب ومنشور الآفة التي تجتاح العالم الآن طبعا قبل كورونا هو الآثار الجانبية من الأدوية المصنعة داخل فيها الكيميكالز داخل فيها الكيميكالز وجسم الإنسان مهيئ إنه هو يتعامل مع الحاجات العضوية لا يتعامل مع الكيميكالز ولذلك التداوب الأعشاب أصبح هو نداء للعالم دلوقتي كله بينادي مرة أخرى للعودة إلى الطبيعة مع عزرتنا على المقاطعة وهذه بحضرتك تكمل لا تفضل التداوب الأعشاب عن طريق المتخصص طبعا لأننا ليه وقفة مع هذه الجزئية أيه وإمي لاسمع رأي حضرتك وأنا بأييدك فيها هذه الوقفة بصراحة يعني لأن دلوقتي أصبح التداوب الأعشاب ما احترام لكل ضائفة العشابين وغيرهم احنا بنشكرهم ونرفع لهم القبعة لأنهم محفظوا هذا التراث تراث الداب والعشاب ده تراث قديم من أيام الفرعنة مستمر لغاية دلوقتي لكن احنا بنقول ياريت هما يمزلوا مع هذا التراث العلم صحيح والله وأنا ما تتعلي فرصة في الإعلام يعني سواء في البرنار بتاع حضرتك القيم العظيم ده أو أي برامج أخرى إلا وأنادي أن يكون في كلية الطب برانش برانش للأعشاب الطبية لأنها دواء من الأدوية يعني الأدوية حضرتك فيها أربعين في المية مصدرها نباتي أربعين في المية من الأدوية اللي موجودة في العالم مصدرها من النبات وستين في المية مخلقات صناعية فهي جزء من الأدوية حد يقول بقى ما هي بتدرس في كلية الطب تدرس تحت حاجة اسمها الفارما كوجنزي وتدرس في كلية الصيدلة وتدرس في كلية العلوم وتدرس في كلية الزراعة وتدرس في كليات الاقتصاد المنزلي وتدرس في كليات كثيرة لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما له صلاحية أن يوصف الأشب الطب للمريض المتخص الدقيق الدقيق ولازم يكون دارس طب لأن هناك تداخلات قد تحدث بين الأدوية والأعشاب يعني ممكن راح يكون بياخد دولة يعني ياخد دولة السيولة مثلا دولة السيولة ويروح للعشاب يقول له أنا عايز تخصيص دولة النبات اسمه رجل الأسد مثلا رجل الأسد بيحتوى على هندس مستلسلك أسد ده بسبب سيولة فياخد الاتنين مع بعض توضيحا للمفهوم لدى كل الناس الأعشاب هي مثل أدوية لها أضرار جانبية طبعا آه يعني لو ما اتخذتش بالطريق السليم طريق الصحيح أي حاجة أي حاجة تزيدنا أنا عدتها نقلب إلى الضداء حتى لو مية شوفت سيادتك مية زيادة على اللزوم لا رغم من الماء كل شيء خلقنا من الماء كل شيء حي من الماء يعني هو موضوع طبعا يعني موضوع يعني وأنا أشكر سيادتك أنك انت طرحت هذا الموضوع لأن يعني أنا ساعد بقعد كده أستمع في الميديا وأعد أستغرب الله على حاجة يقول لك تداوي كل الأمراض يعني كلام غير علمي وغير دقيق يعني العالم الفاضي والسيد الطول صلاح الدين محمد محمود أستاذ الزينة والنباتات الطبية والعطرية ورئيس قسم البساتين الأسبق وجلية الزراعة جامعة الأزهر والخريطة الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية في مصر خريطة انصح التعبير ناصعة البياض نعم لكن لم تكتشف حتى تاريخه بالكامل هناك أماكن عرف عنها أنها لها تقلق في الجزء الخاص بالنباتات الطبية والعطرية وأنا أثناء الإعداد مع الزميلة عابيري الحنبي رئيس تحرير البرنامج ومخرج البرنامج مع سيادتك في الاستراحة حضراتك ذكرتلي أن لدينا آآ 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 مصر والخريطة موجودة عند حضراتك آآ 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 والله 238 مليون فدان نقدر نزرع منها على حسب الخراطج أوليو الجيلوجيما نقدر نزرع 25 اللي ممكن تتزرع إذا توفرت الميا تعطوة 25 مليون فدان خمسة مليون ممكن تتزرع لو فيه ميا وتوفرت لكن لكن تقريبا حالياً ما نزرع سبعة أو أو إنما اللي موجود حالياً ايه بقى ؟ اللي موجود حالياً آآ عشرة مليون فدان دولة اللي هما داخل الزمام اللي هم إيه داخل الزمام يعني اللي هم مسجلين لدى الجمعيات الزراعية ومنوك التنمية وبيتعاملوا مع المزارع والتعاقدات وكلام زي كده وفيه حوالي 2 مليون فدان تاني دولة خارج الزمام اللي هم عبارة عن إيه مسطحات الخضراء الحدائق الخاصة النباتات البرية اللي بتنموا بريا كل دي مش محسوبة وملهاش كمان مساحة محددة لأنها النباتات البرية دي موسمية نزل مطر بتطلع مفيش مطر اللي هي في الصحراء يعني فيه منها 6 مليون في وجه بحري اللي هي في الزمام 6 مليون وفيه حوالي 3 مليون في وجه قبلي وفيه في الوحات وفي الحتت دي ما يكمل يعني المجموح كله على بعضه 10 مليون فدان اللي بيتزرعوا في مصر طب النباتات الطبية العطرية فيها قديت النباتات الطبية العطرية فيها 130 ألف فدان بس 130 ألف فدان منهم ما بين 60 ألف إلى 70 ألف في مصر والسطة اللي هي المنطقة بنسويف والمينيا وما حولها والحتت دي 65 ألف فدان متجمعة وبتتزرع كلها نباتات الطبية ومشهورة هذه المنطقة بإنتاج النباتات الطبية فيه حوالي 20 ألف فدان في مطقة الفيوم بتتزرع برضو وبعدين فيه حوالي يعني 10 ألف فدان اللي هي النباتات البرية النمية في الصحاري والحاجات دي كلها فمجموعة الكلام ده كله لما تجمعوا على بعضه وفيه طبعا في ود النقرة في أسوان فيه برضو مساحات بتتزرع النباتات الطبية وطرية ومساحات متناسرة في وجه بحري مجمل هذه المساحة تصل إلى 130 ألف فدان دخل ضمن هذا الإحصاء المستجدات في أرض سيناء الحبيبة لأننا أعلم أن هناك كنز هائل جدا في النباتات الطبية والأعشاب في سيناء طبعا هي سيناء أصلاها أرض البركات أرض مقدسة حتى النباتات اللي فيها بتنمو لها ميزات خاصة يعني النبات المرمرية مثلا مشهور في سيناء واللي بيستخدم عشان المغس والحاجات زي كده لما تيجي تزرعه في الوادي الكفاءة بتاعته بتقل دخلها أصحابتك يعني الكفاءة بتاعت النبات لما ينخد منك نحطها هنا درس تلاقي الكفاءة بتاعت النبات قلة طيب السؤال اللي إحنا بقى لنا عشب في الله عز وجل في الطفرة اللي إحنا ماشيين فيها والمليون ونصف فدان اللي الدولة وعدت إن هي حتى تستطلحهم إن شاء الله حنعملهم بإذن الله وإحنا العلمك من قيمة حوالي عشر سنين كانت المساحة المزروعة في مصر تسعة ونصف مليون فدان بس دولة وسط عشر مليون وعقب الثورة يعني قاضينا على أكتر من مليون ونصف في هجة الثورة يعني كان فيه جزء بالتعدي بالمباني لا يعني فيه تسعة ونصف مليون فدان إحنا استصلحنا نصف مليون فدان ومحدش حس بيها في خلال فترة صحيح فإحنا نأمل بقى على هذا المنوال إن إحنا في سنة الثلاثين بإذن الله الأجيال اللي تقعد أو تعيش نوصل إلى مصف مليون فدان من نباتات طبية والعطرية يعني 500 ألف فدان إيه الجدول الاقتصادية يعني يعني إحنا إيه المحفزات إن الناس تلجأ للنباتات الطبية والعطرية طبعا النحية الاقتصادية العالية يعني مثلا سبيل المثال لو أنا ضربت لك بعض الأمثل يعني مثلا نبات الكركديه كيلو بتاعه بيوصل له حوالي 120-150 على حسب نوع الكركديه نبات الرحان ممكن بيوصلوا الطن بتاعه 35 ألف جنيه ده إذا لو أنا حبيعه هنا في المحلي لكن لو أنا عايز أصدر طن النعناع بيوصل 3000 دولار أخذ بالساتك طب قارن الحاجات دي بالمحاصيل التقليدية مثلا نشوف كيلو القطب قدية وكيلو يعني الأمثل القدية والأصب السكر وأحنا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بعد إذن معاليك فاضل فاند أحنا بنقول إيه ما في الوادي يفضل في الوادي يعني أنا مش هقدر أقول النهار دا أنا أستغنى على الأمث ولا أستغنى على الأصب السكر ولا أستغنى على الرز ولا أستغنى على الفول دي محاصيل استراتيجية لابد أن تتوفر للمواطن تمام فخليها في الوادي أنا بقى لما أجي أعمل استصلاح في الأراضي الجديدة دي مكلفة استطلاح الفدان دلوقتي من السكت بيحتاج إلى تكاليف فلازم أحط فيه يعني دا وجهة نظري الشخصية أحط فيه نباتات زائت عائد اقتصادي مرتفع على رأسها العشاب والنباتات طبية والعطرية تعوض التكلفة على وقت السرعة تعوض التكلفة وبعدين تديني عائد اقتصادي عالي وتشجع كمان المزارعين اللي هم يروح يزرعوا في المناطق المستصلحة دي مازلنا نواصل اللقاء في ديافتنا العالم الفاضي اللي أستاذ دكتور صلاح الدين محمد محمود وأستاذ الزينة والنباتات الطبية والعطرية المتفرغ ورئيس قسم البساتين الأسبق وكلية الزراعة جامعة الأظهر وبنتكلم عن رسالة الماجستير والدكتوراه وهي يعني رسالة همة ومهمة خاصة بخدمة هذا المجتمع فاضل نعم الماجستير والدكتوراه واحنا القسم بتاعنا اسمه قسم البساتين وده قسم تطبيقي يعني العلم نعين فيه نوع أكاديمي علم أكاديمي زي الناس بتعمل نظريات أكاديمية وبعدين النظريات الأكاديمية دي نخد نحن بأن نطبقها فين في العلم التطبيقي فإحنا قسم البساتين قسم تطبيقي ولذلك الأبحاث كلها التي تدور فيه أبحاث تطبق في الحق يعني أبحاث المفروضة أن هي تبقى منشوف المشكلة إيه في اللي تحتاجها المجتمع أو الدولة ونبتدي نبحث لها على إيه؟ على حلول ولذلك إحنا بمجمع طريقة الأبحاث بتاعتنا إزاي؟ بنرفع أما نرفع من القيمة الإنتاجية للنبات يبقى منزود الاتجاه الرأسي للنباتات أو إن إحنا بنبحث على نباتات ذات عقد اقتصادي جديدة غير موجودة في مصر وندخلها ولذلك الماجستير بتاعتي كنا نتعامل في مادة مركب مهم طبي اسمه مركب الصامونين واخترنا نبات اسمه نبات الفيرباسكم ده متوافر كتير في مصر نحصل عليه ونزرعه يعني وقدرنا إن إحنا نعمله معاملات بحيث نرفع تركيز هذه المادة اللي هي مادة الصامونين طيب واحد يسأل يقول مادة الصامونين دي فايدة هي إيه؟ مادة الصامونين دي حتاك أنت بتشوفها اللي هي بتكون الرغوة تشوفها مثلا في المياه الغازية بتلاقيها مثلا في العرقسوس بتدخل مثلا في صناعة الحلاوة الطحنية عشان تعمل الاستيكية بتاعتها بتستخدم في الصيد الآمن لأنها مادة غير سامة ولكن بالنسبة للأسماك ممكن إن هي تستخدم في الصيد فيها ده الاستخدامات اللي هي وطفيات الحريق والحجد عشان تدي الرغوة وتكسب الرغوة لكن استخدام الأمثل بقى لها في الطب وجد إن هناك علاقة بين الهرمونات اللي موجودة في جسم الإنسان وهي 6 هرمونز في الاستكشر بتاعها أو في التركيب بتاعها قريبة جدا من تركيب الصابونين والهرمونات اللي دي اللي بتطلع في الجسم دي كانوا الناس اللي بيبقى عنديها نقص في الهرمونات دي بتضاف إليهم عن طريق حقا فكانوا بياخدوها الأول من الأوفري من المبيض بتاع الأرانب أو الأبقار فكانت مكلفة جدا فلما وجدوا إن الصابونين قريبة لإن هي من أنا مش عايزة أتكلم في مصطلحاتها المية كتير يعني السوترويدل كيميكال يعني سوترويدل فقريبة قوي من الهرمونات دي فقدروا باستخدام تقنية زراعة الأنسجة والهندسة الوراثية إن هم يحوروا في تركيبها ويحولوها إلى هرمونات مشابهة لعمل هرمونات الإنسان وبعدين الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بتنتج حوالي 58 مليار منها دولارتي فكان عشان كده كان لينا اهتمام في هذا المركب اشتغلت عليه في الماجستير وبعدين لما الموضوع عجبنا وحسينا إنه هو موضوع كويس يعني كان مننا عليه في الدكتوراه كمان بس استخدمتها على أكتر من نبات يعني جبتي نباتين ثلاثة كده واشتغلت عليهم في الدكتوراه العالم الفاضل للأستاذ دكتور صلاح الدين محمود يقول لي إيه المطلوب حتى نتقدم خطة وخطوات ونصل للمركز الأول يعني دائما بنحلم ودائما بنتطلع للمستقبل خاصة في ظل وجود التقنية الحديثة في ظل وجود مساحات من الزراعات أو الألاف الأفدنة تتبنى وتزرعها تستزرعها الدولة حاليا شايف الأمر إزاي يعني هذه المراكز أكيد لا ترضي العلماء دائما هي طبعا إنسان بيتمنى دائما إنه هو يبقى في الأول يعني ده شيء طبيعي لكن نشوف في صحاتتك يعني رغم إن إحنا في البرتابة الرابعة بس إلا إن الطلب على الزيوت بتاعتنا وخاصة اليسمين والفل اللي هي المادة الخام دي نصدرها على شكل مادة خام مطلوبة والرحان بتاعنا مطلوب جدا اللي هو الرحان المصري الرحان الحلوة بتاعنا ده لإن فيه مادة لا تتكون بفضل الله إلا تحت ظروف المناخية بتاعتنا إنها مادة اسمها مادة كافيكل أو تشافيكل دي مادة قطرية تدخل في صناعة العطور فمطلوب جدا الريحان المصري وبيصل إلى أسعار على كون إن إحنا نبقى المرتبة الرابعة في تصدير الزيوت الزيارة دي مرتبة من الصغيرة إن إنت أصلاك بتنافس مع مين إن إنت بتنافس إحنا المساحة الزراعية اللي عندنا محدودة 6% من المساحة الأرض فكونك تنتج وتقدر توصل لهذه المرتبة وتنافس دول كبيرة زي دول شرق أسل اللي هي عريقة الملعب الأساسي وتأخذ المرتبة الرابعة وتفتح أسواق في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي هولندا يمكن مش بالقدر أو بالعدد أو بالكم وإنما يمكن إحنا وغدينها بالميزة النسبية لدينا ميزات نسبية في إنتاجنا أحنا بص حضرتك أحنا ممكن يعني أسمح لأقول هذا التعبير وليس تقليلا من قيمتنا لا بس أحنا ممكن نبحى العديقة الخلفية للعالم لأننا في وسط العالم هم هناك بيعانوا من انخفاضات درجات الحرارة إحنا ربنا منحنا الحمد لله يعني مناخ ممتاز ومناخ متنوّع وعندنا أنواع مختلفة من الطربة وعندنا نباتات زي ما أنا قلت لحظاتك قبل كده إن إحنا عندنا حوالي ألفين نوع من النباتات الطبية الأطرية منها ربعمائة نوع اللي هي متدونة حالة تنوّع متنوّع ونباتات تصلح للزراعة في أنواع مختلفة فإحنا إن شاء الله يعني نتمنى إن إحنا نوصل إلى هذه المرحلة المتقدمة أكتر من كده بإذن الله تعالى إن شاء الله إحنا نصدرين مئة وتمانين ألف طن من نباتات الطبية الأطرية السنة الفريق بس مئة وتمانين ألف طن ألف طن رقم جميل في ظل الظروف العالمية وإيه وكان نشوف أنت كورونا بقى والأحداث دي فدي حاجات مبشرة والله الحمد لله يعني عايز أتكلم عن جزئية خاصة بثلاثية مهمة جدا ويجب أن يكون هناك إرتباط أو ربط أو همزة وصل ما بين هذه الثلاثية الإنتاجية وأنا بعتبر أن وزارة الزراعة بما تملكه من قرارات إدارية وتنفيذية وعلماءنا الأفاضل الأجلاء في المراكز البحسية وفي كليات الزراعة والمزارع المصري حالة الانسجام كيف تتواجد ما بين هذه الثلاثية وما هي المعوقات التي تواجه هذه الثلاثية حتى تنطلق وطبعا الوصل إحنا نشكر الإعلام برضو ما ننساش دور الإعلام لأنه هو برضو القنوات اللي هي زي حضرتك اللي مهتمة بالعلم سواء حضرتك أو القنوات الزراعية أو كده دي بقى حلقة وصل لأن هي بتنقل أنا يعني أنا في الجامعة صحيحة بقى قدامي الطلبة ولكن عدد محدود أه الوصلة الخاريجة بقى يعني ممكن الإعلام يساعد فيني هو طبعا يعني عاز أقول لحواتك ما فيش حاجة في الدنيا ما فيهاش ما نبقى الصديقي لو قلنا ما فيش بشاكل طبعا طبيعة الحياة طريقة الحل فأي طبعا من ضمن المشاكل بتواجه الإنتاج النباتات الطبية غياب الخبرة وقالك زمان من جهل شيئا عاداه يعني الإنسان اللي مش عارف حاجة يقول لك أنا طب أنا غامر في النباتات الطبية وزرق النباتات الطبية هعمل ايه فيها بعد كده هاوديها فين هصدرها إزاي كذا كذا نمر اتنين إن فيه بعض الناس بقى بيبتدوا يستغلوا المزارع يعني المزارع يزرع وبعدين ياخد منه مثلا طن الطن بتاع النعناع مثلا بياخدوه في سبعة تمن تلاف يصدروا بقى ألفين دولار أو ألفين ونصف دولار برده الوسيط الوسيط اه نمرة ثلاثة من ضمن المشاكل برده إن إحنا في العشاب الطبية بنحتاج حاجة اسمها منشرة هم اللي العشاب الطبية لازم تتنشر عشان تتجفف هم قبل ما تتباع بتبقى نشفة يعني فنعم فعشان كده هو بيجي على حتة من الأرض وروح مبلطة بقى هم حولها إلى منشرة ده بديل ما يسمى بالجرن في الماضي اه ايوه هي زي كده اه اخي الملسياتك دي بقى أنا بقى عايز أبني بيت على المثلا يعني هم عايز أبني بيت ومش قادر أخد تصريح لأن طبعا دلوقتي التصريح مش سهل لأنك إنت تبنى على الأراضي الزراعية هم فأقول لك أنا حنتج نبطات طبية كويس كده ويتم التبوير وقد تصريح بأننا نعمل منشر سنتين ثلاثة كده وروح مبطل زراعة النبطات طبية وروح باني على الايه لكن هي مخالفة مخالفة اه يعني اه طيب ده بقى دفع الدولة مشكورة فعنا بنشكر الدولة في هذا الاتجاه إنها جات في المناطق اللي فيها كسافة في زراعة النبطات طبية يعني في بني السويف مثلا بيعملوا دلوقتي مجمع زراعي صناعي على 300 فداني كويس بحيس إنه أولا احنا مش عايزين الدولة تخش محتكرة لا عايزين تخش منافسة وإذا بتدخل منافسة فبتقول للمزارع والله إنت لك حرية إنك عايز تسلمها للوسطاء أو تسلمها للدولة فبيسلموها للدولة عن طريق التعاقد يعني بنعمل تعاقد مع المزارع إنك إنت هتنتج مثلا شيح الكاموميلة مثلا هتدينا مثلا ثلاثة طن أربعة طن بنعمل عقد معه وبندي له سعر كويس أو الدولة بتدي له سعر كويس وبتاخد الدولة بقى هذا المنتج وبتدي تتعبيه وتدي تصدره وبتحمي المزارع بالطريقة دي من استغلال المصدرين اللي هم قد يستغلوه يعني واخد بالسياة كمان فيه برضو اتجاه إنه إحنا نعمل مصانع لتعبئة اللابتات الطبية ولإستخلاص المواد الفعالة في اللي إنت إذا إنت عملت لتعبئة في عبوات كويسة كده ضعفت القيمة السعرية بتاعتها وإذا إنت استخلصتها وعملتها على مادة فعالة بقى وبعتها لشركات الأدوية أسعار تضاعف عدة مرات بس عايزة كلام يعني كل خطوة ولها دفع عملية علمنا الفاضل الأساس دكتور صلاح الدين محمد محمود من الخبرات العلمية والمهنية في مجال النباتات الطبية والعطرية قام سيادته بإجراء العديد من أبحاث العلوم بخبرة قربة العشرون عام وشارك بالعديد من المشروعات البحثية ومشروعات التخرج والأشراف والتدريب الميداني لطلاب البساتين بالجامعات ويشرف أيضا على تدريب مهندسي الحدائق التابعين لهيئة نظافة وتجميل القاهرة لأكثر من عشر سنوات السيد دكتور صلاح محمود عضو جمعية أصدقاء الطبيعة وساهم في إعداد الكوادر وعملية التدريب من العمليات المهمة جدا والتي تسقل القائم بالعملية بالتفرد وتسقله بالأداء الطيب ونحصل منه على نتائج جيدة وطيبة أيضا ماذا عن التدريب؟ نعم فضل فان نعم هو طبعا إحنا بندرس للطلبة وبيشوفوا يعني التدريس بتاعنا وبدخلوا مع عامل لكن احتكاكهم بالوسط الخارجي لأنه يطلع من الكلية هيروح للوسط الخارجي فلازم إحنا الميداني ميداني آه فإحنا لازم ننقله ونديله تدريب داخل الكلية بتاعتنا مع الوسط الخارجي فبنعمل يعني أنا خدت فترة ما كنت مدرس وأستاذ مساعد كنت مشرف على التدريب الصيفي في الكلية فكنا بنعمل اتصالات مع المراكز البحثية مع الشركات مع الحدائق العامة مع المراكز الانتاج للنباتات الطبية أو مراكز الانتاج للنباتات الزينة والأشجار والشجيرات وكنا نبعث الطلبة بتاعتنا ياخدوا هناك دورات تدريبية عشان يعرفوا الأمور مشة ازاي في الحياة بحيث أنه بتسق المهارات الفردية اه اه وبيشوف الكلام اللي درسوا في الكلية بقى بيشوفوا قدامه وبيستفيد من الناس اللي هناك الخبرات اللي موجودة يعني عملنا دورات كتيرة يمكن كل سنة كنا بنعمل دورة تدريبية مختلفة عن بعد كده بعد كده بقى بدأنا نتجه إلى تدريب مهندسي الحدائق اعتخصصي أنا في الزينة والنباتات الطبية فعملنا بروتوكول مع الهيئة العامة نظافة تجميل القاهرة اللي هي مشرفة على جميع الحدائق اللي موجودة في القاهرة والجيزة كل الحدائق اللي موجودة في القاهرة والجيزة تحت إشراف هذه الهيئة المحترمة عملنا تعاقد معها فبدا يبعثون المهندسين بتعودهم وإحنا بدأنا ندربهم ندربهم على إيه بقى؟ أولا نديهم المعلومات الجديدة اللي هم ما كانوش يدرسوها يعني أو هم طبعا خريجوا أداما ففي حاجات جديدة استحداثت فإحنا بندها لهم نمرة اتنين إن إحنا كمان يعني بيشرفني إن بيكون فيه إصطف من الكلية من الأسجزة الكبار والعظماء يعني اللي هم بيجوا بيدوا لهم تجارب في مختلف مش في الزينة بس بيدوا لهم في الأراضي بيدوهم في وقاية النبات إزاي يقدروا يعمل نبات من الإصابات المرضية وغيره ذلك في الهندسة الزراعية إزاي يقدر يعمل شبكة ري ويعمل شبكة رش ري بالرش أو ري بالطنقيت أو حاجات زي كده فبيجوا يأخذوا استمرت هذه العملية عشر سنوات متولية ويعني حتى أنا كنت جبت شبكة حاجات كده جدت أرضوهم يعني أنا أنا نفسي أتوقف مع حضرتك أمام هذه المرحلة ولكن في أيضا بسرعة يعني نعم إحنا بنتعامل مع الحدائق العامة بسرعة شوائية بمعنى إن عمليات التجميل والتنسيق في الحدائق الخاصة نجد وفي بعض الأندية المعروفة شيء جميل لكن في بعض الحدائق العامة حتى سلوك المواطن وسلوك الشباب في التعامل مع الحدائق العامة محتاج لإعادة نظر أنا محق في الكلام والله هو إحنا برضو بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا برضو هما بيقولولنا برضو من ضمن فوائد التدريب ده بيقولولنا على المشاكل اللي عندهم يعني يقول لي مثلا والله عندي حطة أرض فيها مشكلة لأنا بزرع فيها ما بتنبتش وكلام زي كده يوم نسأل واحد متخصص في الأراضي ييجي ديهم محاضرة في هذا الموضوع وإزاي يقدر يحسن من خواص الأرض يقول لي مثلا والله أنا طب عايز أزرع عن طريق إن أنا أعمل مزرعة هيدروبونيك اللي هي إيه اللي هي الزراعة في المي الزراعة في اللي هي بتبقى يعني عبارة عن نزرع النباتات في سوائل وحاجات زي كده واخد بالك فنديهم برضو فكرة بيقول لي مثلا إن أنا مش يعني ساعات بيبقى في مشاكل بتظهر برضو بيجي أستاذ متخصص في المسطحات الخضراء كل مشكلة عندهم ليها علاج في المجال العلمي طبعا طبعا من المراحل وإحنا يمكن بدئينها من منذ النشأة مع الأستاذ دكتور صلاح الدين محمود ثم انتقلنا إلى الجانب الميداني أو العلمي من خلال معيد ثم مدرس مساعد ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ ثم رأس القسم ورأس القسم عادة القيادة فن وفن الإدارة تحديدا ورأس القسم إلى جانب العلم عملية شقة يعني أنت تتكلم عن عالم وله أبحاثه وله معمله وله تعامله وتجربه وأبحاثه العلمية وفي نفس الوقت الجانب الإداري إن صح التعبير أو الجانب التنفيذي المسج ما بين الاتنين وإزاي يبقى فيه نجاحات تحقق في كلا المجالات صحيح والله أعصد قسم البساتين إحنا بنبقى أسرة أسرة يعني وإنت حضرتك لما حتى تكون في أسرتك لما تبقى فيه تجانس الحياة بتمر وتستمر بخلاف لو فيه لا قدر الله خلافات على حجزة يكب تبقى حياة صعبة أحنا ربنا حبانا بأسدزة أفاضل يعني أنا جيت فيه فترة كنت رئيس قسم اسمه رئيس مجلس قسم مش رئيس مجلس قسم رئيس مجلس قسم يعني لأنه طبعا فيه أسدزة قامات عالية جدا وأنا يمكن فيه يوم اليوم كنت تلميزهم يعني ففيه كان فيه تعاون وحب والحمد لله نجحنا إننا نعمل يعني بعض الإنجازات في أثناء الفترة اللي أنا أعطي فيها يعني أنا عملت مثلا في المزرعة بتاعت القسم عملت شبكة رئي غطت النباتات كلها بحيث إنها تبقى كلها تتروي عن طريق الرئي بالطنقيد وخضى الحادثك وعملنا حاجات كتيرة يعني بالتعاون مع الأسدزة بالإضافة إلى المشاط بقى القسم في عمل ندوات وعمل مؤتمرات ويمكن إحنا من ضمن ما يصعدنا بقى إن أنا اشتغلت فترة بعد كده مع الأستاذ الدكتور جمال عبد الربو وهو كان يعني نشيط من آيام ما أنا كنت رئيس قسم بعدين لما أبقى هو كمان بعد مني رئيس قسم بعدين حاليا دلوقتي عن ميد الكلية وأنا أعتقد إن كنت استضفتوا قبل كده عندكم هنا تمام فالأمور ماشي إذن من ضمن مقاومات النجاح حالة الانسجام أو حالة التوافق من صح التعبير طبعا واحترام وجهات النظر تمام والاحترام المتبادل صحيح وإنك تعرف قيمة أسد زيتك نمرة واحد يعني مش إنت مثلا عشان إنت ربنا أداك إنك إنت رابقيت فيه منصب إداري ومتنسى هذه القيم لا هذه القيم إحنا بنربيها في الأجالة بتاعتنا بنعلمها لتلامزتنا لإني أصدق العلم لا يتقبل منك الإنسان العلم إلا إذا كان لك احترام عنه إذا فقدت هذه القيمة مش حتش هتقبل حتى الطالب بتاعت صحيح مش هتقبل إلا إذا كان يرى فيك إنسان يعني نموذج يقتدى يعني لازم تجبر نفسك على إنك إنت تبقى يعني مزبوط يعني كده حضرتك هتخليه نخرج عن النص والسد زي حمير الحلبي دايما بتقول لي ما فيش داعي لخروج عن النص بس أنا مضطر لأن مجتمع الجامعة والعلماء مجتمع العلماء مجتمع بيلتزم بالقيم والأعراف الأصيلة صحيح نفسنا ننقل لشبابنا وننقل لكل المجتمع المصري ما يضور في داخل المجتمعات الخاصة بالعلم والعلماء من قيم نبيلة وأعراف أصيلة يعني راسخة ليه الناس يعني إحنا بنفتقد ونفتقر هذه الفترة إن إحنا تقريبا فيه خلل في منظومة القيم في الشرع المصري هو طبعا زي ما قلت حضرتك لإني بص إن الملائكة تضع أجنيحتها لطالب العلم لطالب العلم فان بالك بالمعلم يعني إذا كان الملائك بيحترم أستاذ الجامعة أو المعلم أيا كان في الجامعة أو في غيره فيجب على إن أستاذ الجامعة لازم يبقى عارف الحكاية دي لازم يبقى هو نفسه من نفسه يستحق إن الملائكة تحترمه والله حضرتك أنا يعني شفت في المجتمع الجامعي ناس وصلوا لإيه وزراء والوزير يقعد قدام أستاذه في غاية الاحترام وزير ليقعد قدام أستاذه كده هو احترام للعلم واحترام للعلم اه احترام للعلم واحترام للعلم ده حاجة فضيلة صحيح أنا مش عايزة كلام صحيح لإن أنت لما تحترم أستاذك أستاذك هيقدر يدي لك المعلومة ويبدأ صحيح لكن لما يحس إحنا النهاردة بنتكلم عن محطات كتير في حياة العالم الفاضل لأستاذ دكتور صلاح الدين محمد محمود ومن ضمن هذه المحطات محطة كلية الاقتصاد المنزلي وهي من أتكلم عن هذه المحطة والله أنا أشكرك أنك أنت أشرط لأنني أنا بعتبر كلية الاقتصاد المنزلي هي كلية التانية لأن أنا أنتدبت للتدريس بها أكثر من 12 سنة متولية بدون الانقطاع يعني فأصبحت وما زالت لغاية بلايتي يعني العلاقات الطيبة بالزميلات الفاضلات والأساتذة اللي هناك يعني مستمرة بإذن الله تعالى كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر أيضا الأزهر برضو دي كانت في طنطة يعني أنا كنت في ذلك التوقيت أيضا لإني أنا زي ما قلت لك في الأول عندي ميول أدبية وما فشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتم اختياري الإشراف على كنترولات كلية القرآن الكريم خدمة للقرآن الكريم وأهل القرآن الكريم وأنا رحت الكلية مش عشان العمل الإداري يعني أو كده لا عشان أسعد بإني أكون قريبا من أهل القرآن وأستمع إليهم وأستمع لمناقشاتهم ولعلومهم اللي بيدوها وكده وجمعت بين الحسنيين كمان كنت في نفس الوقت منتدب للتدريس في كلية الاقتصاد المنزلي وكان فرق بينهم يعني متجاورين هم مفعدت في طنطة اسمها منطقة اسمها سبريبي وليه تلمزيتي برضو هناك في ليه تلمزيتي في كلية الاقتصاد المنزلي وأشرفت على بعض رسائل الماجستير فيها وعملت مشاريع بحسية يعني عملنا خمسة وعشرين مشروع بحسي اللي اسمها ابحث تخرج أو مشاريع التخرج في كلية الاقتصاد المنزلي ومنما أسعدني والله إن البنات عندنا في الأزهر يعني ما شاء الله عليهم تلاقيهم متدينات حافظات للقرآن الكريم نشطات مجتهدات يعني كانوا بيعملوا مشاريع تخرج يعني يمكن أنا ساعات باب أسعيد إن هي مقربة لسالة الماجستير يعني في التعطي العالم الفاضل الأساس دكتور صلاح الدين محمد محمود رئيس قسم البساتين الأسبق بكلية الزراعة جماعة الأزهر يعني بننتقل مع حضرتك على جزئية أخرى خاصة بالتغيرات المناخية وتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على المحاصيل وعلى الأعشاب وعلى المجتمع بصفة عامة وخاصة المنتجات الزراعية بكل أشكالها وكيف يتم تدارك هذه المتغيرات أو مواجهة هذه المتغيرات طيب هو دائما الناس لما تسمع تغيرات المناخية تتجه إلى إن هي حاجة ضرّة ولكن في الحقيقة إن هي ضرّة ولها منافع يعني تغيرات المناخية أحيانا تكون ذات ضرّة وأحيانا أخرى تكون ذات منفع يعني أنا ليه أنظر إليها طب ما أشوف هي إيه الحاجات النفع فيها واتبعها يعني مثلا إحنا عندنا تنوّع في المناخ عفية جمهورية العصر العربية يعني عندنا المناخ البارد شوية اللي هو بيبقى فيه وجه بحري لحد البحر المتوسط كده وبعدين بصر الوسطى بيبقى فيها درجات حرارة معتادلة في جنوب الصعيد مثلا بنلاقي فيه درجات حرارة مرتفعة طب ما نقدر أستخدم نباتات اللي بتتحمل درجات حرارة مرتفعة أزرحها هناك النباتات اللي بتتحمل عايزة درجات حرارة مرخفضة أزرحها في إيه في واجه بحري إنما طبعا هي المشكلة أن تفاجئك صروف مناخية مختلفة فجأة هي دي المشكلة يعني مثلا أن تنخفض درجة الحرارة فجأة في مناطق معينة فدي بتأثر غالبا بتأثر على تكوين المادة الفعالة لولا تكلمت في التخصص بتاعي بتأثر في تكوين المادة الفعالة يعني مثلا على سبيل المثال نبات الكركدي لو تعرض لدرجات حرارة منخفضة القيمة الطبية بتاعتها بتنخفض أخذ بالحضرتك النباتات للحبوب الأطرية لو تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة القيمة الطبية بتاعتها ايه بيتنخفض برضا فهي سلاح زوح الدين أو له منافع يعني منافع كويسة ومنافع ايه ضر جميل جدا ان حضراتك ذكرت ان يعني من ضمن الحاجات الهمة او من ضمن الحاجات الميزة النسبية لدينا في المجتمع المصري او في الدولة المصرية ان جمهورية مصر العربية بيعتبر فيها كل اشكال مناخ يعني احنا كل في الجنوب غير الشمال في اقصى الشمال المنطقة الغربية لها ظروفها الخاصة المنطقة شمال الصعيد صحراء سيناء حالة من التنوع هذه الحالة من التنوع هي ميزة نسبية لجمهورية مصر العربية وانواع طربة مختلفة وانواع طربة طبعا مختلفة بالتبعية يعني يهمنا ايضا ودي في الجزئة اللي بنختم بيها مع سيادتك ان دايما القادة السياسية بتؤكد حتى في اثناء الزيارات للمراكز البحثية او اثناء اللقاء مع العلماء او اثناء الجوالات حتى الميدانية بيؤكد على ضرورة الربط ما بين المنتج العلمي وما بين الواقع الاقتصادي وازاي نستثمر العلم لخدمة الاقتصاد يعني بسرعة بنختم بهذه الجزئة التحديية لتصلح رسالة دكتوراه طبعا صح التعبية طبعا فهنقول في عجالة سريعة ازاي يتم بالكلام ده طبعا الكلام ده يتكلم فيها أستاذ الاقتصاد بس انا هقولك اجتهادي طبعا بلا شك ان احنا بنطلع احنا طبعا زي ما اصلاحتك الابحاث بتاعتنا كلها اكاديمية تطبيقية فتطبيقية يعني ايه يعني بندي توصية للمزارع بانك انت عشان تحصل على كذا الارشاد تدي كذا تعمل معاملة كذا تسمت بالطريقة الفلانية تستخدم المية بالطريقة الفلانية ترشد المية بالطريقة الفلانية هذه الابحاث مننشرها تم نشرها يأتي بقى هنا دور اتنين مهمين ارض الارشاد اللي هو الدولة الناس اللي مختصة بحلماء الارشاد او الهيئات اللي فزارة الزراعي اللي هي متمة بالارشاد تاخد هذه الابحاث وتطبقها في الحق ميدانيا ميدانيا تمام نمرة اتنين الالام اللي هو على حضراتكم بقى ان انت يعني انت برنامج بتاع السيادتك هنتكلمنا في حاجات قد ناس تسمحها تستفيد منها ويجي واحد غير يتكلم برضو وهكذا هو الاعلام يعني جزء اصيل في المعادلة ايا كان في القانونية في الزراعة في الاستثمار صحيح ده شيء طبيعي في الصناعة يعني الاعلام ليه دوره ويمكن احنا في الاعلام الدولة او الاعلام الرسمي بنحرص على ده بنحرص على ده ان عندنا يعني من خلال برنامج زي علماء من بلد على مدى الساعة تقريبا بنتحدث مع عالم فاضل بنحصل على خبرات بنحصل على استفسارات بتهم المواطن بنحصل ايضا على خبرات تراكمية بننقلها للشباب فعلشان كده انا مش بدافع عن الاعلام الرسمي ان الاعلام الرسمي في هذه الجزئية اين بدوره تماما اه لا طبعا هو متحمل رسالة بلا شك مش مجاملة الليك والله هو الاعلام الرسمي اللي هو بتاع الدولة هو اللي بيتبنى هذه المواضيع الهادفة بدرجة اولى نمرة واحدة والطرفيه بيجي نمرة اتنين انا عايز اقولك تجربة في الولايات المتحدة الامريكية فضل فضل لما كنت انا في الولايات المتحدة الامريكية لما كان بيتيجي الشركات الشركات تيجي بقى لمراكز الابحاث تقول له والله مثلا حزر خيار انا هتديلك مبلغ من المال بس بشرط انك تبكر لانتاج الخيار عن موعده مثلا 15 لوفي تصرف عليك في بحثك بهم انت تقدر تطلع لها بزور تزرحها تطلع مبكرا عن المحاصيل التانية بخمسة اليوم هو يبيع بقى يكسب احنا ندعو الشركات اللي هي شغالة في مجال الانتاج الزراعي ان هي تبقى فيه تواصل او لينك بينها وبين البحث البحث الالي صحيح ده ينعكس بجدية على كل الابحاث ويبدأ الترجمة الفعلية للابحاث العليا سياسة في الولايات المتحدة الامريكية سياسة ماشية يعني مفيش بحث الا ويكون له تواميل من خارج الجامعة الجامعة هناك ما بتصرفش كتير على أبعاث أبعاث كلها بيجيها يقولك بضجة لازم تيجي بالبضجة بتاعتك يعني ما بلكش الا اذا كان معاك فلوس تمول البحث بتاعتك هنا الدولة طبعا احنا ما تمدين في البحث الالمي على ميزانية الدولة طبعا احنا ساعدنا باللقاء مع حضرتك العالم الفاضل السيد دكتور صلاح الدين محمد محمود رئيس قسم البساتين أسبق بقليت الزراع جامعة الأزهر وأحد المنارات العلمية والقامات العلمية اللي بنعتز ونفخر بها ورحلة كفاح ورحلة يعني نجاح على المستوى العلمي ودائما بنقول ان مصر بخير مصر بخير لما بنلتقي مع هؤلاء العلماء مصر بخير لما بنجد ان احد الابحاث العلمية تم تطبقها على ارض الواقع مصر بخير لانه كنا في الماضي القريب وليس من زمان كنا يعني بنستدعي الخبرات العلمية من خارج الوطن اصبح لدينا جيش من العلماء بيؤكد على انه جاهز في اي وقت الخدمة بلد وبيساهم بالفعل في خدمة اه وطن كل التحية والاجلال والاحترام لكل علماءنا افاضل واسمح لحضرتك يعني ده تعبير بسيط من اسرة البرنامج ومش يلاقي اجمل ولا افضل من عالم بلدنا ونقدمه لحضرتك كهدية بسيطة رمزية كل التحية والاجلال لحضرتك شكرا لحركة شكرا لحركة شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك ودائما نلتقي على خير شكرا لك احنا لسعداء بوجود حضرتك وكل علماء قبل ساعة من الان نلتقي دائما مع حضرتكم وعالم فاضل جديد من خلال خبرات تراكمية من خلال علمه من خلال اداءه وارسلته العلمية من خلال تقديم القدوة والمثل والنموذج لكل الاجيال المصرية الى القابة رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الامل في مستقبل افضل لكل ابناء هذا الوطن علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم الى منظومة علماء من بلدي موسيقى فيها حاجة حلوة حاجة حلوة بيننا حاجة كل بادة تستيادة فيها اننا فيها نية صافية فيها حاجة دافية حاجة بتخلك تدفت فيها سنة سنة موسيقى دهيلة العزرية في مصر والبعالة ضدلية في مصر مولد السيدة والذكر والمصر بالحيطة ورب عيدين فرقة في السيدة نبيزة المشي عالكورنيج والبرقة في لؤمة عيش فرح بلدي وللدة حنة موسيقى ترجمة نانسي قنقر